موسيقى مهما زماني جار علي والدنيا وقفت ضدي بتضلع روحي سورية وغير بلادي ما بدي لسه مصدقة انه بلادك بعدك تعطي حنية الله يعينك على عقلاتك صرنا اوادم من سية فيها خلقت وفيها ربيت وما بتركها لو تركتني لو عشت بعلبة كبريت ولو من لقمتها حرمتني بين الواقع والاحلام في فارق يا نور عيني والتعبان ما بينلام ولا بيرتاح بغنية ما عم غني لا ترتاح هيشار التمثيلية انتي صار اسمك جراح وانا سموني جورية اوه اخ اخ يا بدني يا الله دخيلك اصبحنا واصبح الملك لله صح النوم تقبرني يسعد لي صباحه كل ما رف جناحه اهلين رف جناح وقال يلا حبيبي يلا فزع حيلك صارت الساعة 8 راح نهار ايه مالك بالعادة يوه لا حول الله لوين راح الانهار من غير شارع جهنم خير خير تقبرني خير شبك فايق معك وعم تشلف الحك يشلف ما في شي ما في شي بس ما لي نفس روح على الشغل جاي عبالي ارجع نام يو وليه على قلبي مريض هات لشوف دستسني ما في حرارة الحمد الله لك ما فيني شي بس فايق مقرو ايوه سمعت اقبرني انا بعرفه لهذا المرض اريت عنه هداك اليوم على الفيسبوك اينا مرض وليه مصروحة عم قللك ما فيني شي بس هيك مخنوق لك هاد المرض الخنقة اللي انت فيها تقبرني هلأ دغري عملتيني مرضان يا لطيف شو بتحبوا تهولوا انتو النسوان لك لا تقبرني لا تهويل ولا تمثيل انت مرضان وبالعلامة هاد المرض اسمه اكتئاب ايه اكتئاب انكياب من وين بدو يجيني الانكياب انا حدا عاطس بوشي قولتك ولا من شفرة الحلاء لك لا بس انا في عندي صديقة على الفيسبوك اسمه لمية القرق كانت كاتبي عن حالتها ديك اليوم بتشبهها كتير حالتك وعم تقول انها مكتئبة ليش فائت بدنا مكسر وما لنفس تروع الشغل ايا الشغل انت التاني ليش هي بتشتغل هي ولك هي واحدة معها مصاري بتعبي غرفتين وصالون كل يوم بتنزل خمسين صورة وكل صورة بيلبس شكل ومكياج شكل ومحل شكل وسيارة شكل اتضرع بيبي هالشكل واحدة مليانة هالقد من وين بدو يجي المرض وخصوصي هذا الانكتاب تقبرني صحيحية مع مصاري ايه بس المصاري ما بتضمن له الصحة وما بتجيب له السعادة وما بتحميها من المرض ايك المرض لا بيعرف كبير ولا صغير لا غني ولا فقير ما بيميز تقبرني لا ستي بيميز الغني اذا مرض كل بواب المستشفيات بتنفتح قدامه لك بيجيب كتيبة دكاترة لعنده على البيت من كل الانواع وطأمه مرضات بيظهرهم وبيوصي على اغلى دوة من برة وبدفع حقه قد ما كان بينهم الفقير بيموت على باب المستشفى لانه ما معه دخولية لا لا هذا مجرح اللي انا بعرفه انت هيك عم تحكي انت المؤمن بالقضاء الله الصبور اللي ما بيرضياك كله امته غير بالحلال لك اينا حلال انت التانية هاي حلالة تزوجت واحد ابن حرام وجاب مننا ثلاثة ولاد شحار وتعتير وفقر لا لا انت اكيد اكيد مكتئب اي ما في كلام حبيبي مضطرة قالك انه حالتك صعبة وصار بدي علاج لك ما فيني شي وليه بس انا مالي ملاك بشر بشر لحمه دم بدي دايا وبنزعج وبجوز اوصل لمرحلة تحيوانها مشان هيك خلصت الزيارة هيعملتي صباحي تيك يلا منهم بدي يرجعنا اي براحتك امرك تقبرني رح اتركك تنام اه تعي تعي قبرني حبيبي خير سيد راسي مالتي لي شو هذا الكتاب الاكتئاب الاكتئاب يا حبيبي الاكتئاب هو مرض لك فهمنا مرض لك انصمدية بس شو هو بيحل المفاصل بيرفع الحرارة بيطالع حبة بيعمل حكة شو هو لك ما بيعمل حكة بس فجأة الواحد بصير ما عد له نفس لا يقوم من فرشته لا يتحرك على شغله ولا يتضحك وبتزيد عصبيته وبيفقد الأمل يعني بصريح العبارة بيقرف من كل شي وما عد في شي بيها الدنيا إله قيمة عنده لا هي ملعونة والله دكتورة انتي هي حالتي متل ما عم تحكي عنها لا كان تقبرني لسه في أمراض كتير بعرف عنها الله يبعدها عني وعنك طيب هذا عحد علمك شو علاجه شو حلته يعني بدك تعطيني للمسا لحتى أعرف شو عملت رفيقتي لمية القرق لخلصت منه شو علي للمسا للمسا أحسن ما نروح على دكتور يوصف لي حبتين بلا طعمه ويشلحني فحصية منعيش فيها أسبوع يا السلام على هالقهوة ما قلتي لي جورية رفيقتك لمية القرق من شو كانت مكتئبة اي اي يا علي قالت انه ماكس له فترة ما عم يأكل مثل العالم والخلق ولا عم ينام وعلى طول حاطت بدنه قامت ضايقت علي يا حرام ونقلة الاكتئاب لأنه الاكتئاب تقبرني بيأديها يعني هلا اذا انت بتظلم اكتئاب اكيد انا رح تعديني واكيد انا حاصيل اكتئاب كمان طيب وجوزة ماكس من وين جاء الاكتئاب رفيقه عذا يعني يا عليك يا جرح شو سلبة لك ماكس مو جوزة مين لكان ابنة؟ لك لا ولا ابنة ماكس الكلب تبعه مين؟ الكلب الكلب تقبرني الكلب الكلب؟ هذا اللي بيعوي؟ ايه لكان اللي بينوي؟ الله لا يوفقك لك ساعة بتحكيلي عن رفيتك المكتئبة وطلعت اخذ الاكتئاب من كلبه وبدك تروح تشوفي كيف علجته لتعالجيني فوقه وفوق كل شي خايفة اعديكي ما نفس الشي يا تقبرني؟ شو عم تقولي وليه؟ مو قصدي تقبرني مو قصدي حاشاك بس قصدي قللك انه مرض الاكتئاب الملعون بصيب الغني والفقير والبني آدم والحيوان كله بيزعل وكله بيضايق طيب طيب روحي هلأ معك من هول للمسا حتى تلاقيلي حلّة انا رح يرجع نام ايه تقبرني ايه؟ نوم العوافي ان شاء الله ايه حبيبي جاهز؟ ايه جاهز اتفضلي هات لشوف ورجيني ايوه جلس ظهرك رفع راسك لشوف تزب نفسك يا عيني خود نفس قد ما بتقدر عبي صدرك على الأخير كب الهويات هلأ لبر شوي شوي يا سلام يا عيني عليك ايوه كمان مرة تقبرني يا عيني ايه؟ وهلأ شو؟ دقيقة ايه هلأ تقبرني فكر بشي كتير بتحبه مثل شو ملوخية يعني؟ وليه على حظي انا ايه هلأ ما عندك شي تحبه اكتر من الملوخية فكر فيني مثلا تذكر ايام الخطبة لما كنا نحكي كل الليل على التليفون ونخطيت للزواج وللعيشة والأولاد والمستقبل وكيف بدك تدفيني إذا بردت وتباردني إذا شوبت شو باك؟ من هدول ايه ما عم تزبط معي؟ ايه لي بقى؟ عم يطلع لي صوت أمك عم ترفع السماعة وتقول ما حلكن تخلصوا عليك؟ بكرة الفاتورة بتطلع هديك الحسبة ايه علينا طيب فكر تذكر لما كنت تنزل إجازة من الجيش 24 ساعة وتيجي ملهوف وقلبك عم يرقصت لتشوفني وتمرق لعندي قبل ما تروح على بيت أهلك عقد ما تكون مشتقلي وانزل أنا لقيلك عم أدخل البيت لتقلي اشتقتلك يا جورية شو؟ ايه ما عم يمشي الحال كمان لك ليش؟ لأني عم بتذكر صوت معلمي المساعد أبو أدهم عم يقلي إذا بتنسك روز الدخان اللي وصيتك عليه بدي زجك بالسجن عشر تيام وبدي بدلك وجبات الأكل بالفلقة ييه بقى جراح يو طيب قللك شو؟ فكر ببكرة ايه بكرة اللي جاي فكر يعني قديش رح يكون حلو وقديش رح نكون مرتاحين ومبسوطين حط بعض وكيف رح نعيش متل ما منحب لك آخ آخ ليش أنا فيش يزعجني ومدايقني ومخوفني أكتر من بكرة اللي عم تحكي عنه؟ هذا هم يا جورية بكرة سلامتك يا تقبرني سلامتك ليش هالخوف كله هاد؟ ايه شو هالبكرة اللي بده يكون حلو؟ بلا رفقة العمر اللي استشهدوا وبلا أخوتي اللي راحوا وبلا أهلي بلا جيران اللي تهجروا بتقليلي فكر ببكرة بكرة ما فيه غير الهم والغم يا جورية خلاص نحنا انتهينا إيه لا سيدي إيه لا وحياتك ما انتهينا لكن عايشين وطالما عايشين قدرانين ننبسط ونتضحك ولا بدك تدفن حالك بالحياة وتموت قبل قوانك إلعموا له والله كأبتني معك طيب خلص خلص خلي واحد منا يكتئب بكفي كفي علاجك لاشوف طيب ورجيني ايه ايه هلأ قول أنا مبسوط أنا مروي أنا سعيد يلا لاشوف أنا مبسوط أنا مروي أنا سعيد أنا مبسوط أنا مروي أنا جراح موسعيد ايه ها؟ يقبرني اللي عم بينكت سمع بدك تظل تقول أنا مبسوط أنا مروي أنا سعيد آآ آآ قصدي أنا جراح كل النهار ماشي؟ يا حبيبي على هالعلقة شو ما عندي شغلة وعملة غير قولها الشعوزة كل النهار قومي عني يا دك وين رايح؟ تعال تعال انطور لنكفي العلاج ما بصير تقطعه بتزيد الحالة بعدين ما بدي حلي عني أنا رايح على شغلي بدك شي؟ رايح على شغل؟ إيه رايح على شغل مو أحسن من هالقعدة بالبيت ما في شي بيشفي الاكتئاب إلا شغل قال أنا مبسوط أنا مروي أنا سعيد كيف سعيد وأنا جراح؟ خاطريك الله معك تقبرني لا طويل لأني رايح عمل لك ملوخية بس بلا لحمها؟ ستة بلحمة بلا لحمة متل بعضا العمر غفلة وبدو يمرق ومتل ما بيقولوا لا تحزن إذا مرأت فوق غيمة سودة لأنه أكيد راح تكون حاملة مطر وفرج لك يقبرني الحكيم أنا؟ لا حكيم ولا أخ قريت على سيارة عجبتني وحفظته قال اكتئاب قال نحن شعب حيلك عمي آهرين أدخن اكتئاب لا 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 ليش؟ ولك يقبرني أنا يقبرني مهما زماني جار علي والدنيا وقفت ضدي بتضلع روحي سورية وغير بلادي ما بدي لسه مصدقة إنه بلادك بعضك تعطي حنية الله يعينك على عقلاتك صرنا أوادم من سيية فيها خلقت وفيها ربيت وما بتركها لو تركتني لو عشت بعلبة كبريت ولو من لقمتها حرمتني بين الواقع والأحلام في فارق يا نور عيني والتعبان ما بينلام ولا بيرتاح بغنية ما عم غني لا ترتاح هي شار التمثيلية انت صار اسمك جراح وأنا سموني جورية